مصر كلها على قلب رجل واحد مصر كلها وراء النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي عنده هذا القدر الكبير جدا من الحماس ومن الرغبة لحضور المباراة قد ايه عننا اليومين اللي فاتوا من ملاحقات ومهترضات وتساؤلات الكل كله عايز تذاكر كله عايز تذاكر الاهلي كان يحتاج استاد ساعة وعشرة مليون متفرج عشان يقدر يحتوي كل هذه الرغبات وهذه الطلبات لكن لما يكون كل الناس عندها هذا الاهتمام بهذا اللقاء الاعلام بيقول رأيه من خلال وسائل الاعلام وده شيء طبيعي جدا حتى الاراء المناوية للاهلي او الرفضة للاهلي في النهاية دي مسألة اراء اعلامية لزملاء ليهم كل الحق في ابداء وجهات نظرهم انما لما يصل الامر بمدرس مدرس المفترض انه راجل معلم والمفترض انه راجل تربوي والمفترض انه بيعرف يقرأ ويكتب كويس قوي والمفترض انه عنده بتعريفة ثقافة بتعريفة اقل قدر المفروض يكون عنده لكن تلاقي مدرس يتخلى عن كل ضوابط المهنة بتاعته ويتجرد من كل التزاماته التربوية ويمسك ميكروفون في حوش المدرسة عشان يهاجم النادي الاهلي عشان يتريع عن نادي الاهلي بسلامته عشان يسيء للنادي الاهلي عشان يشحن صدور الطلبة والتلامزة اللي قدامه ده مدرس للأسف مش عارفين اسم سعادته ايه هنعرض هذا الفيديو المتداول على السوشيال ميديا على امل انه حد يساعد في الابلاغ عن هذا المدرس المجرم نشوف موسيقى طبعا احنا مبارك بالهني قريب الزماني اطاعوا اطرقوا بالمجر ومطماند الله اللي هما تأهنوا لكاس العالم الاندية بعد رسل على الان في النهاية وانشاء الله طيما النص للزماني بهم الله على فوق سعاد الموليكس وطبعا احنا كمطرين نتمنى بالاندية في النهاية الافريقيا ان هو يقبل التركي وانشاء الله اطول الله نتمنى اندرس لقليل التركي العربي الترسي نتكسبه وترس البلد العربي التفوقي الافريقي الاساوي الوريكي الشقيقي ونتمنى طبعا اه انتصارات خطوبة شغالة طبعا ان الانده داخل فيه عشر فترين واربع مرايات طبعا هما دونوا في الراسة والمنتخب انه سفحينها وبالمناسبة ان الاندهار اللي يكون العالمي شروف يكرامي اتخل موضوع كونس في الارهام الكراسية اول حالة مرمة في العالم اتخل كونس في الارماء براسة ايه بسم الله مش عالله ربنا يسرى بسم الله عشان الصوت مكنش يواصل هو الرجل في الاول بيهن الزمالك على بطولة تفريقه لليد شي طبيعي واحن نهنين الزمالك دي مسألة مش بتجاه لكن حتى لو كان ده دوره انتو شفتوا بعد كده بيتكلم على ايه بيتهكب على الاهل اللي دخل في مرماه رقم قياسي شريف كرامي بيقولك اللي ربنا يوكسه الاهل بياخد مباراة افريقية نتمنى ان شاء الله وانحنا في ايام اكتوبر وفي ذكرى اكتوبر يدخل مرماه عشر اهداف ونتمنى الفوز للترجل تونسي الشقيق ده مدرس ده مدرس عنده رسالة تربوية انا بقولكو هذا نوع من الاجرام اللي اتمنى انه البيئة مدير المدرسة او اي مسؤول في هذه المدرسة او هذه الادارة التعليمية يقدر يتعرف على ده اكبر جريمة ترتكب ان احنا نسلم عقول ولادنا لسلوك اجرامي بهذا الشكل سيد ابراهيم ده يدلك على مدى اليأس والاحباط الذي يعيشه البعض انه مش قادر يفهم دوره ايه رسالته ايه الغل اللي جواه اللي بيتملك والحقد وصله ان يفقد اتزانه وينسى دوره والمشهد العام لا يفرز الا هذه النتائج المشهد العام لما تبقى القدوة انا قلت قبل كده لما تبقى القدوة القيادات منفلتة القدوة القيادات على طول بتكل الاتهمات الاعتداء على التاريخ وتزيفه لازم يفرز امثال هؤلاء ولكن انا عايز انابقى لشيء اخطر ايه استاذ ابراهيم ايه هذه مرحلة جديدة من مراحل تزيف التاريخ والعبس بعقول الطلبة طبور الصباح مش مجاله ان انا انشر التعصب ولا اعلن عن هويتي ولا تهكم عن نادي كبير ولا حتى لما تهكمش مش مجاله ولابد ان يتعقب النادي الاهلي هذا الامر وان تكون هناك شكوة رسمية من النادي الاهلي في هذا الاطار لان دا حيبقى مشهد جديد على الساحة حيتكرر يا استاذ ابراهيم هذا جزء ما كنا فاكر من عشر سنين لما كنت بقولك ان بعض الصحافين الزمالكوية قالوا ينوقف الزمالك ينوقع على الاهلي فاكر وسمتهم لك بالاسم عملوا ايه النهاردة نفذوا هذا المخطط وإلى اليوم النهاردة دي نقلة جديدة نقلة جديدة ان يروح ياخذ عقول الطلبة في المدارس هذا امر خطير لا يمكن ان يقبل وهذه مؤامرة على الروح الرياضية ومؤامرة على التاريخ وتزيف واستمرار لان المشهد السلبي المنجوب هو اللي بدأ ينتقل من ساحات الاعلام الى ساحات المدارس هذا امر في منتهى الخطورة لا يمكن التعامل معاه على ان ده واحد يعني بيشجع فرقة او بيكره فرقة هذا امر لا يمكن قبوله وعن نادي الاهلي وانا بكررها تاني هو ان تبقى فيه شكوى لوزار التربيع التعليم حتى لا تتكرر هذه الامور لخطورتها لان اللي بص هذه السموم هو بيمزع بينشر التعصب بدلا ما يوقف يتكلم عن الروح الرياضية ويزال الا الاشقاء التونس بيدعموها والله مش بيدعموها ده بيدوا درس ده بيقولولهم ملكوش دعوة روحوا احنا ده القاء الكبار ملكوش فيه واخد بالك فانتو يعني هذه النمازج لا يمكن التعامل معاها كأنها يعني مسائل عبرة اطلاقان يا أستاذ إبراهيم احنا بس مهتمين انه صورة تتبان بشكل واضح لانه لو لسه فيه حد بيحاسب حد في المدارس ده لازم يحاسب يحاسب على بس التعصب يحاسب على الإساءة لقيمة نادي بحجم النادي الأهلي تحترم كل كينات الدولة وتقدره كل الجهات غير معقولة انه السخرية من النادي الأهلي والدعاء على النادي الأهلي والتهكم على النادي الأهلي ده يكون موضوع طبور صباح في مدرسة بتعلم النشأ وبتعلم الشباب حاجة من السلوء طيب ما نيجي نقول الأهلاوي بقى في طبور الصباح تكلموا انتم وحيبوا عددهم أكبر هذه فوضى لا يمكن تسماح بيها حتى لو كان واحد أهلاوي بيقول هذا الكلام أنا حقول نفس موقفه حيبقى منه نفس الموقف صحيح هذا عبد ده مكان لكل مقام المقام يتنشر الروح الرياضية يتنشر القيم السلوكية يتنشر المحبة والتأخي والاحترام إنما تنفس عن حخدك وعايس نقله وتغرزه في نفس الطلبة الصغيرين اللي تلت تربحهم بيسخروا منه 100% يعني حتى الصوت بيقولوله كفاية كفاية أسكت بقى يعني حتى الطلبة بتوعه والطالبات مش محترمين الكلام الهرتالي اللي عمالي قولها فبالتالي أتمنى صورة اللواضحة دي حتى من الناس اللي ليه علاقة بالمدرسة الناس اللي للطلبة المدرسين منتظر تحقيق وعاديين نعرف نتيجته يبعت لأي حد اسم هذا الإنسان غير التربوي ده يقعد في أي حتة غير المدرسة ده يشتغل أي شغلانة غير القيام برسالة تربوية مسؤول عن تربية الناشئ مسؤول عن بث الأخلاق والروح الرياضية مسؤول عن حماية السلوك الاجتماعي بين الناس في طابور مدرسة بتهاجم وتتهكم وتسيء وتجذب يعني كل هذه الهرتالة الحقيقة تخليه فعلا آخر حاجة ممكن يشتغلها هذا البني آدم هي رسالة التربية والتعليم